الرقم الفين خمسمائة وعشرين بيظهر زي غيره من الارقام كأنه رقم عادي جدا زي اي رقم لكن الحقيقة هو غير كده تماما الفين خمسمائة وعشرين هو رقم غريب جدا جدا ووجوده نادر بشكل غريب نادر جدا بين الارقام لانه حير عباقرة علماء الرياضيات والعلماء مش عارفين يتوصلوا ايه السر في الرقم ده لحد النهاردة ايه الغريب في الرقم ده يا جماعة تعالوا نتعرف على الغريب في الرقم الفين خمسمائة وعشرين من الفيديو ده من قناتي كل جديد حول العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الغريب في الرقم الفين خمسمائة وعشرين انه بيقبل الاسم على الارقام من واحد الى عشرة سواء كانت هذه الارقام فردية او زوجية طبعا من المعلوم ان الموضوع صعب جدا او مستحيل ايجاد رقم يحصل معاك كده انه هو يقسم على اه كل الارقام من واحد الى عشرة ويكون الناتج رقم سليم بدون كسور لما نقول مثلا بيقبل الاسم على اي رقم بنقصد ان هو النتيجة بتكون مفيش فيها اي كسور متبقية من اجراء عملية الاسم يعني زي ما حضراتكم شايفين كده بالزبط الفين خمسمائة وعشرين على الواحد هي الفين خمسمائة وعشرين الفين خمسمائة وعشرين على رقم اتنين بيساوي الفماتين وستين الفين خمسمائة وعشرين على تلاتة بيساوي تمنمية واربعين الفين خمسمائة وعشرين على اربعة بيساوي ستمائة وثلاثين الفين خمسمائة وعشرين على خمسة بيساوي خمسمائة واربع الفين خمسمائة وعشرين على ستة بيساوي ربعمائة وعشرين الفين خمسمائة وعشرين على سبعة بيساوي تلتمائة وستين 2520 على 8 بيساوي 315 2520 على 9 بيساوي 280 2520 وأخيرا على 10 بيساوي 252 بعد محتر العلماء أو علماء الرياضيات على وجه التحديد في إيجاد علاقة رياضية مقنعة بتجعل رقم واحد يقبل الاسمة بهذا الشكل الغريب اكتشفوا اللي هو يعني يقبل الاسمة بدون كسور في النتيجة يعني أو النتيجة تكون صحيحة اكتشفوا إن الرقم ده هو عبارة عن إيه حاصل ضرب الأرقام 7 في 30 في 12 إيه بقى 7 في 30 في 12 وجدوا إن هي من الوهلة الأولى إن هي أرقام عشوائية ولكنها ليست كذلك هي مش أرقام عشوائية أبدا المفاجأة إن هي أرقام الرقم الأولاني هو رقم عدد أيام الأسبوع الرقم الثاني هو عدد أيام الشهر الرقم الثالث عدد شهور السنة والمفاجأة الكبيرة بقى إن كل ده مفصر في القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم واجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل واجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلة أرجو أن الفيديو يكون أفاد حضراتكم بمعلومة وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة بإذن الله أترككم جميعا في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة